مع بدء هذه المفاوضات على المجلس النيابي أن يطرح سؤالا واحدا ما هو جدوى إبقاء السلاح طالما جلسنا مع إسرائيل على طاولة واحدة من أجل التفاوض حول المصالح المشتركة وبالتالي هذا السلاح سقط سقط سياسيا ربما بالمستوى العملي هناك مخازن للأسلحة وهناك حزب الله يحمل السلاح ولكن تعود جملة قيلت خلال السورة الفرنسية عندما نصحوا الملك قائلين بأن ممكن أن نعمل كل شيء مع السلاح ما عدا أن نجلس على حربات السلاح وأعتقد أن الحزب بعد بدء المفاوضات ليس له أي حل إلا أن يسلم سلاحه للدولة اللبنانية وفقا للدستور وفقا لاتفاق الطائف ووفقا لقرارات الشرعية الدولية 17-01-15-50